وضع الجهاز الفني الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو برنامجا لتجهيز عصام صبحي المدافع الأيمن للفريق الأول لقرة القدم تمهيدا للاعتماد عليه أساسيا في اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز بعد تزبزه بمستوى زميله التونسي حمد النجاز في آخر مباراة أمام الزمارك بشكل ملحوظ لا يزال أحمد عدل عبد المنع محارس الإسماعيلي وزميله مروان حمدي ومحمد خليفة خارج الخدمة لم يشارك أحد منهم في أي مباراة خاضها فريقهم منذ بداية الموسم القرى وحتى الآن رغم انتظامهم والتزامهم في التدريبات اليومية دون إصارة المشاكل حولهم ويأملون اللحاق باللقاءات المقبلة أو السماح لهم بالانتقال لنادي آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية أصدر أيمن الجامع الرئيس جهاز الكرة بالإسماعيلي فرمانا للعبين بالبعد نهائيا عن الإدلاء بأي تصرحات إعلامية أو كتابة أراء على صفحتهم بمواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالنادي حتى لا يقع أحدهم تحت طائرة العقاب المادي بالخصم المبدأي من مستحقتهم 20 ألف جنيه ترتفع فيما بعد لو استمر في الخاطئ أرحب مسؤول الإسماعيلي بعودة الإفوري عبدالقادر كلوبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لبلاده لاستكمال برنامج تأهيله بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي والخاريجي للرجبة اليمنى الأسبوع الأخيرة بعد المستشفيات الخاصة بالقاهرة على نفقة النادي لا سيما وأنه لن يشارك في التدريبات واللقاءات الرسمية قبل سمانية أشهر يحتاجها للتعافي من الإصابة